كل سنة ومصر طيبة، كل سنة ومصر بخير، كل سنة وحضراتكم دايماً يا رب كده في استقرار وأمن النهاردة طبعاً الذكرى العزيزة على قلوب المصريين عيد الشرطة ثورة 25 يناير الحقيقة إنه النهاردة إحنا هنتحدث عن هذه البطولات الكبيرة والعظيمة اللي على مر التاريخ بيقدمها أبطال الشرطة لحفظ وبقاء هذا الوطن مما يحاك له رجال الشرطة بيقدموا أروحهم بيفدوا الوطن بيقدموا واجبهم ومهمتهم بكل إتقان وبكل إيمان شديد بأن ده درهم في هذه الحياة والحقيقة لا يبخلوا أبداً على هذا الوطن ولا على الشعب في أنهم يحفظوا عليه المواقف الجميلة كتير جداً والإنسانية أيضاً وكل ده إحنا بنحاول نسلط عليه الضوء قدر المستطاع ولكنها أكبر بكثير من أن نحن نحكي عليها في ساعات أو في برامج لأن هي في عمر هذا الوطن هي عديدة وكثيرة النهاردة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة لتسعة وستين اللي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة ووضع الرئيس السيسي إكلين من الظهور على النصب التذكاري وذلك لتحية الشهداء كرم عدداً من أسر شهداء الشرطة وشاهد الرئيس السيسي فيلم تسكيلياً عن إنجازات الأجهزة الأمنية في 2020 الرئيس السيسي في الاحتفال أكد أنه معركة الإسماعيلية هتظل ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية لأنها جسدت قيم الفداء والدفاع عن تراب الوطن كما أنها كانت ملحمة نضال وكفاح تظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولات وشرف الصمود ورسمت لوحة خالدة لبطولات الشرطة والشعب السيد الرئيس كانت في كلمته رسائل كثيرة وأكد في الكلمة أيضاً على أن عيد الشرطة أصبح منذ معركة الإسماعيلية عيداً يحتفل بيه المصريون كافة في كل عام نتابع مع بعض تقرير عن احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي 69 عاماً مرت على معركة الإسماعيلية الخالدة التي جسدت وما تزال بطولات رجال مصر البواسل من رجال الشرطة التي يتزامن الاحتفال بهم في 25 يناير أكاديمية الشرطة شهدت الاحتفال بهذا اليوم التاريخي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية شهدت عروضاً فنية مختلفة تتحدث عن حب الوطن وتقديراً لكل روح من أرواح شهداء مصر الأبرار واليوم ده يا سيدي بقى عيد الشرطة بس البطل ده شبعك قوية جده كلنا كنا أبطال ووافتنا مع بعضنا هي اللي هزمت الأدوان واستعرضت وزارة الداخلية أبرز العمليات الأمنية التي قام بها أبطال الشرطة المصرية خلال عام 2020 أنا لسه في دم وروحي هنا في دا الوطن كما استعرضت مراكز الخدمات الجديدة التي انضمت لها باستخدام أحدث التقنيات التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي واستعرضت وزارة الداخلية الأمنية التي قام بها أبطال الشرطة خلال عام 2020 كما استعرضت مراكز الخدمات الجديدة باستخدام أحدث التقنيات التي تتماشى مع رؤية الدولة الرقمي واستعرضت وزارة الداخلية الأمنية المصرية في التحول كما قدم وزير الداخلية هدية تذكارية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرا وعرفان للقائد الذي سطر ببصير كلماته حاضر مستقبل وطن كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية عددا من أسر شهداء الشرطة وخلال الاحتفالية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من رسائل التقدير والعرفان للشرطة المصرية والشعب المصري وأبناء الشهداء كما أتوجه بتحية وفاء وتوقير لشهدائنا الأبرار في معارك النضال الوطني وفي ملاحم العمل الأمني وأقول لأبنائهم وعائلاتهم إن مصر لم ولن تنساكم أبدا ومع انتهاء هذه الاحتفالية لم تنتهي تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعارك البطولية بل ستظل وزارة الداخلية تقدم الشهداء من أبطالها دفاعا عن أرض هذا الوطن من مصر محمد خالد